لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان علا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراه قل فقتوا بالتوراة مثلها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهودا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن نقله كان آمنا ولله على الناس عج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تغفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن طبعونها عوجا وأنتم شهدا ومن الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الله معقل نقاته ولا تنوت إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألغ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء عفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويطمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيد وجوه وتصود وجوه فأما الذين صودت وجوههم أقفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين سبق الله العظيم